اشتركوا في القناة 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 المثال الثاني مرة أخرى الخبراء ينصحوننا أن نكسر أو نتخلص من هذه العادة نوضح المثال الثاني نشوف كيف يصير معنا الآن عزيز الطالب لو قلنا subject plus advise plus object في وجود الobject معناته عندي two plus system two زائد الفعل فيك تسميه إيش ما بدك لو كان عندي advise without object بدون مفعول به فيش مفعول به عندي معناته بناخد إيش ال-ing إذا المثال الموجود عندي على الشاشة بيقول experts advise us to break this habit نشرح الجملة الموجودة الخبراء ينصحوننا أصل هو المفعول به two زائد الفعل يعني أنا لو شلت كلمة أصل هو المفعول به ماذا تصبح الإجابة عزيز الطالب تصبح experts advise breaking this habit وننتقل إلى المثال الأخير they told us not to spend too long on one task لاحظت نفس قاعدة advise بالظبط بس ما بتقبلش ال-ing في عندي ما فقول به أبناء الطلبة بدي تنتبه انتباها كاملا لمين لا اللي هو ال-negative not to not to spend بنفعش نقول to not يجب أن كلمة not أن تأتي قبل اللي هو حرف الجار two وننتقل إلى أفكار أخرى إلى علاقة بهذا الموضوع عندي روبريكس مطلوب من السؤال يقول complete the sentences with the verbs and the books طبعا الموضوع هذا أبناء الطلبة إله أكثر من صيغة في الأسئلة إحنا نحاول نغطي في هذا اللقاء يعني أكبر قدر ممكن من الأسئلة الممكن ترد فيه اختبار الثانوية العامة complete the sentences with the verbs and the books بدنا ننتبه لكلمة not أنه في حال النفي تأتي قبل حرف الجار two الآن في عندي مجموعة كلمات decide agree promise refuse offer manage هذه الأفعال لو إجعني السؤال بهذا الشكل معناته أنا إيش بدي يصير عندي بدي يصير عندي أنه أنا بعتمد على المعنى في الحل she won't like it if you refuse to do what she ask إذا نهان أنا استخدمت الفعل refuse وكان هو في الأصل مديني to في داخل الجملة إذن الإجابة هان بتكون refuse زائد to زائد الفعل هي الأصل أن تكون كلمة to موجودة في داخل الجملة الآن عندي مثال آخر I'm sure they will decide to agree to stay when agree and decide من الأشعار التي تقبل to زائد الفعل أيضا وهان بعتبرها أنه هان قائمة أمثلة لتوضيح المفهوم لإحنا تحدثنا عنه من قبل I didn't manage أيضا كلمة manage تقبل to زائد الفعل the early bus so I was late أيضا لدي مثال آخر if you lend your phone to me I promise لاحظ عزيز الطالب كلمة not to إذن promise من الأفعال التي تقبل to زائد الفعل إذن إحنا بنأكد على قائمة الأفعال اللي اتكلمنا عنها اللي هو refuse وdecide وagree وmanage وpromise وأكدنا على اللي هو كلمة not يعني صيغة النفي مع to زائد الفعل أو the ing when there is a problem they always offer to إذن كلمة offer ماذا تقبل to زائد الفعل أيضا let's shake hands هيا بنا نسلم على بعضنا البعض الفعل agree والفعل decide ماذا يقبل يقبل to زائد الفعل وناخد أمثلة أخرى لها علاقة بال-ing في عندي مجموعة أمثلة موجودة أمامي هان الأمثلة هذه هي أمثلة الكتاب الوزاري المثال الأول يقول not many students enjoy revising for exam إذن عندي enjoy enjoy هي من خارج الأشعار اللي احنا تحدثنا عنها في بداية اللقاء إذن ماذا تقبل تقبل ال-ing الآن لو نظرنا إلى المثال الثاني عزيز الطالب نقول although there was little chance of rain he insisted on ماذا تلاحظ عزيز الطالب إنه أنا في عندي حرف الجر on إذن بنسجل ملاحظة في هذا المقام ونقول الآتي نحاول نسجل مع بعضين الملاحظة هذه whenever we have prepositions لما بيكون عندي حروف الجر prepositions معناته حروف الجر هذه يأتي بعدها to plus the verb or the ing طبعا يأتي بعدها the ing المثال الموجود عندي على الشاشة أوكي المثال رقم 2 أوكي although there was little chance of rain he insisted on on هان يأتي بعدها the ing on taking his umbrella في عندي مثال آخر مثال رقم 3 he likes playing football but he's not interested in in ماذا جاء بعدها جاء بعدها the ing الآن في عندي سؤال آخر هحاول أتجاوز السؤال هذا بسرعة الأفعال الموجودة أمامي give up and avoid and feel like and mind and keep and finish هي أفعال تقبل the ing لماذا عزيز الطالب لأنها من غير الأشعار بدي أدي وقفة طويلة هان على السؤال الأخير هان الموجود عندي I didn't feel like عزيز الطالب كلمة feel like معناها the i in يأتي بعدها the ing معناها يوده إذن like المسبوقة بكلمة feel معناته هان في هذه العبارة أو هذا الفريز feel like يأتي بعده ing إذن عزيز الطالب يجب الانتباه إلى كلمة like لأنه ممكن تاخد أكثر من حالة عندما يسبقها كلمة feel معناته إحنا أمام the ing feel like زائد مين نسجل الملاحظة هذي إحنا مع بعضينا ونشوف إش بد يصير معنا هان نقول feel like feel like يأتي بعدها ing إذن لها أشكال مختلفة feel like في عندي حروف الجر prepositions أيضا أخذت ing نحاول مرور سريع على هذه الحالات ونشوف إش بيصير هان المثال الثاني the important thing الشيء المهم is that you should never give up give up ماذا يأتي بعدها يأتي بعدها ing أيضا الأمثلة الموجودة أمامي كلمة mind I don't mind playing computer games مثال آخر في عندي الفاعل avoid avoid جاء بعده ing avoid hitting مثال آخر الفاعل finish أقول الآتي أبناء الطلبة أما بالنسبة لremember plus ing معناته الحدث بيحدث بعدين بيصير عملية التذكر ها أوكي طب كيف ممكن أنا أميز هذا الكلام نشوف كيف ممكن نميز هذا الكلام الآن لو كان عندي الجملة تبدأ بفاعل أمر remember remember معناته بده يجي بعدها 2 زائد الفاعل لو كان في polite order مثلا بدأته بplease مثلا على سبيل المثال please plus remember وهذه مفاتيح مساعدة للحل أوكي plus 2 زائد الفاعل المثال الأخير في هذا أو التوضيح الأخير I must remember plus 2 plus الفاعل هذه الحالات التلاتة هي حالات remember بيكون الفاعل remember فيها رقم واحد طالما هو رقم واحد في الجملة معناته بيكون عندي بدأ أستخدم عزيز الطالب 2 زائد الفاعل أما بالنسبة لل ing بالنسبة لل ing معناته أنا بدي يكون عندي كالآتي I remember بيكون عندي subject verb تقبل ing متى لما بيكون عندي بالآخر في win بدأ أذكر situation بدأ أذكر اللي هو الموقف اللي صار وخلينا نشوف مع بعض الأمثلة اللي تم إعدادها لكم غالبية الأمثلة طبعا أبناء الطلبة هي من ضمن الكتاب الوزاري نشوف فان the first thing I remember hearing is that the sound of my mother's sinning إذن صوت الأم عندما كانت تغني هو الحدث الأول عندما كان والآن هذا الإنسان يتذكر استماعه لهو صوت الأم وهي تغني إذن التذكر هان عزيز الطالب جاء رقم 2 طالما هو رقم 2 إذن أنا بستخدم من ing الآن أمام قاعدة جديدة لا وهي قاعدة stop stop هان بدنا ننتبه إلها ونقول الآتي stop يأتي بعدها 2 زائد الفايل أو ing stop 2 زائد الفايل معناته يتوقف عن عمل شيء ما ليعمل شيء آخر إذن أنا وقفت إيش عشان أعمل إيش تاني stop plus ing what does it mean معناها بالإنجليزي it means quit معناها يقلع يقلع بمعناها يتوقف تماما يتوقف تماما نشوف المثال الموجود عندي أنا على الشاشة المثال يقول you shouldn't stop trying يجب ألا تتوقف عن المحاولة لأنها صعبة إذن يجب ألا تقلع عن المحاولة لأنها صعبة إذن stop هان قبلة إيه قبلة ال-ing الآن نشوف عندي هان I must remember نعم I must remember يجب أن أتذكر أن أفعل كذا وكذا إذن حدث التذكر هان بيكون رقم واحد بتكون الإجابة عندي to post to post this letter while I am in town بينما أنا موجود وين إذن يجب أن أتذكر أن أرسل هذه الرسالة إذن حدث التذكر هان عزيز الطالب هو حدث رقم واحد وإرسال الرسالة بينما هو في المدينة هو حدث رقم اثنين الآن أيضا لدي أمثلة أخرى لا علاقة بهذه الفكرة if you are getting confused إذا كنت مرتبكا معناته remember space to think about what you want to buy الفعل remember جاء على شكل أمر الأمر قلنا بيكون هو حدث رقم واحد fast action الحدث الثاني أن تفكر في الأشياء التي تريد أن تتحدث بها بيكون حدث رقم اثنين إذن أنا بستخدم to زائد الفعل I remember space feeling surprised when I first heard the news إذن هو شعر بالتوتر عندما سمع الأخبار ومن ثم حدث التذكر يأتي رقم اثنين الآن في عندي مثال أخير while walking along the street I saw him stop to look in a shop window إذن هو توقف لكي يعمل شيء آخر ألا وهو النظر في البترينة الزجاجية اللي هي واجهة المحل الزجاجي الآن في عندي فكرة أخرى اللي هي إلى علاقة بالفعل start و begin و continue و intend نشوف الأفعال هذه إشمالها عزيز الطالب فيما يتعلق بهذه الأفعال اللي هي start و begin و continue و intend بيأتي بعدها to زائد الفعل أو ال ing وبكون المعنى التنتين لا فرق بينهما في المعنى طبعا خارج إطار الكتاب هذه الأفعال إليها تفسيرات أخرى لكن إحنا ملتزمون فقط بما هو موجود في الكتاب مجرد ما شوف الفعل start أو begin أو continue أو intend بييجي بعدي to الفعل أو ال ing نعود إلى الأمثلة الموجودة لدي it was getting late الوقت متأخرا and I started began to feel or feeling worried بدأت أشعر عفوا بالتوتر إذن الفعل start والفعل began أوكي بياخد اللي هو to زائد الفعل أو ال ing أيضا الفعل continue if you continue to interrupt or interrupting I'll ask you to leave إذن أنت استمرت في المقاطعة سأطلب منك المغادرة إذن أنا موجود أمام ثلاثة أفعال هذه الأفعال على الطالب أن يستخدم to plus stem or ing الآن عندي قائمة أخرى وفكرة أخرى على وهي نشوف إيش الفكرة هذه بتتحدث نحاول نوضح هذا المفهوم اللي هو like love hate prefer زائد ing طبعا ممكن هدول الأفعال ياخدوا to زائد الفعل لكن أنا في الكتاب قلي like love hate prefer بياخدوا ing بس بيكون المعنى عندي in general إيش يعني in general يعني بشكل عام الفكرة بتكون عام بتكون in particular ممكن أنا أدي معلومة إثرائية أخرى وأقول معلومة من خارج الكتاب عفوا الآن أنا وأنا بأنصح الطلاب أن يلتزموا بالكتاب لكن النوع إلها مجرد تنويه إنه ممكن أنا أتكلم عن like أو love و hate و prefer زائد و زائد الفعل لكن هذه الفكرة الكتاب لم يتحدث عنها هذه الفكرة لم يتحدث عنها الكتاب معناها in particular specific occasion in particular بصورة خاصة نعم الآن نشوف المثال الموجود عندي على الشاشة المثال يقول I quite like playing the piano for fun أنا حابب أن أعزف على الليبيانو من أجل الحصول على المرح إذا like هالحالة أخذت من playing quite like تماما أكي but I hate practicing for long hours أكره أن أمارس العزف على الليبيانو لساعات طويلة في عندي فعل آخر love love أيضا يقبل ing لماذا لأن المعنى الموجود in the hand يتحدث عن مين يتحدث عن الجلوس بشكل عام في الحديقة والاستماع إلى الطيور I love sitting in the garden إذا love ماذا إذن ماذا تبع الفعل love love بلس ing I love sitting in the garden and listening إذن أخذت ing لاحظ عزيز الطالب أن الفعل sit لأنه يتكون من مقطع واحد عملنا doubling لحرف T وضعنا ing أما بالنسبة لليسن هي من الكلمات الشاذة والتي لا يتم تضعيف الحرف الأخير وإنما نضع ing فقط أبناء الطلبة ما زلنا نتحدث عن أهم المحاور التي لها علاقة بالوحدة الثانية فاصل ومن ثم نواصل تابعونا موسيقى 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 كل الناس بتفكر بنفس الطريقة رأس اعتيادية ومحاضرات صفية لكن أنا بفكر بطريقة غير بفكر بالتكنولوجيا والتطور بالتعليم الجامعي التطبيقي والمهني والتقني اللي راح أكيد يوديني لمهنة المستقبل كل هذا هنا بس هنا في الكلية الجامعية للعلومة التطبيقية فهل راح تكون معنا موسيقى موسيقى أبناء الطلبة نعود من جديد لنتحدث عن أهم المهارات التي لها علاقة بالوحدة الثانية وكنا قد تحدثنا عن الأفعال التي تقبل تو زائد الفاعل والآي ان جي وتحدثنا عن الفاعل remember وستوب أنه بيقبل كل من تو زائد الفاعل أو الآي ان جي تحدثنا أيضا عن حروف الجر بأنها تقبل أفعال الآي ان جي فقط وتحدثنا عن أفعال البداية والاستمرار ألا وهي start begin continue and intend والتي تقبل كل من تو زائد الفاعل plus الآي ان جي وكذلك تحدثنا عن أفعال المشاعر like love hate prepare والتي تقبل آي ان جي فقط حسب الكتاب الوزاري هذا لا يعني أنها لا تقبل تو زائد الاستيم ولكن هذه المعلومة هي معلومة خارجية من خارج إطار الكتاب والآن ننتقل إلى فكرة جديدة ألا وهي would like would like لما كلمة would بتدخل على الفاعل like أو love أو hate أو prefer معناته أنه هي تقبل تو زائد الفاعل إذن would سواء كانت مكتوبة بهذا الشكل أو apostrophe d معناته يأتي بعدها like apostrophe d plus like أو love أو hate أو prefer يأتي بعدها تو زائد الفاعل في التصريف الأول إذن أنا لما بشوف like عزيز الطارق بدأ أشوف هل في قبلها would مختصرة أو would بصورة كاملة تمام إذن هان بيكون ايش تو زائد الفاعل لو كان like هأجمل الحديث عن like لو كان قبلها feel معناته تقبل فقط ing لو كانت like لحالها like لحالها معناته تقبل ing أيضا فقط هناك حالات استثنائية بيكون الحديث بشكل عام هناك حالات استثنائية أنه أنا لما like بتاخدته معناته I'm talking here about a particular occasion ودعنا نرى ما هو موجود لدينا من شرائح لها علاقة بهذه الفكرة hello I'd like to speak to the manager please في عندي like قبل الفراغ إذن like مسبوقة بكلمة would معناته أنه أنا بدي أستخدم تو زائد الفعل I'd love to come with you to the concert أنا بدي أجي معاك على الحفلة بط I'm really busy ولكنني إذن love جاءت مسبوقة بكلمة would would انتبه ممكن تكون had أو would ولكن مع like و love و hate و prefer معناته بيكون كلمة would الآن I'd hate to live at the top of a really tall buildings كل الإشي مخيفة شوية would hate would hate معناته تو زائد الفعل وأمام مجموعة أسئلة العلاقة بالفكرة هذه كم لدي the sentences with like love hate ing or infinitive form of verbs in brackets المثال يقول I'm happy here in the country I would hate to live I would hate to live in a city هنا المفروض تكون live وليس love ok she likes or loves listening to music هي تحب like love أخدت الفعل in g بشكل عام it's her favorite way of passing the time إذا like love لحالهم قبلوا الفعل in g ومثال آخر would طالما في would على طول بفكر كتير بفكر بس في خيار واحد اللي هو to زائد الفعل would you like would you love to go to go out to the theater this evening إذن would زائد like love hate وprefer معناته بدأتاخد to زائد الفعل أيضا most young people hate لحالها إذن ing hate getting up early when they are tired عندما يكونوا متعبين he would إذن would على طول زائد الفعل he would like love to be a famous film star it is his dream هو هدفه اللي عايش من أجله he would like love to زائد الفعل نعم المثال الأخير في هذه القائمة if i had that chance إذا كان لدي الفرصة i would like or love to study إذن طالما في عندي قبل like or love would إذن هو to study in another country هو يرغب أن يدرس في دولة أخرى وأمام أسئلة أخرى circle the correct verb forms ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة الفعل promise he promised to let or letting me have the report by next week promise to let me have the report by next week مثال آخر she enjoys to read or reading poetry in her free time enjoys من غير الأشعار تقبل ING reading poetry in her free time مثال آخر he seems أيضا seems من داخل الأشعار to know knowing me but I don't remember في عندي فكرتين هنا في هذا السؤال خلينا نجزئ الأفكار he seems to know knowing me يبدو أنه يعرفني seem من الأفعال التي تقبل فقط تزاعد الفعل الفعل remember بيقبل الشغلتين لكن أنا بد أن تبه هال remember هو حدث رقم اثنين ولا حدث رقم واحد he seems to know me but I don't remember meeting him before أنا مش قادر أذكر أنها تمت المقابلة من قبل في عندي would would where would you would you على طول بدون تفكير تاخد عزيزي الطالب to زائد الفعل would you like me to put these books في أي مكان أو where would you like to put these books الآن مثال في هذه القائمة أيضا children want to know everything طبيعة الأولاد بدون يعرف كل إشي كويس نجاوبهم ضمن ضوابط وإجابات محددة they never stop to ask questions or asking questions طالما هم ما بيوقفوش عن السؤال إذن هان بيكون الإجابة لا يتوقفوا تماما لا يقلعوا تماما عن أسئلة سؤال الأسئلة وين وكيف وبك مبقديش ونحذر الآباء أنه أن يكونوا صادقين مع أبنائهم في هذا المجال نعم في كل المجالات طبعا أكيد if he's busy لو كان هو مشغول I don't mind أنا لا أمانا كلمة من غير الأشعار I don't mind waiting بتاخد ing وننتقل إلى قائمة أخرى هذا نمط جديد من الأسئلة I must remember thanking حسن next time must remember إذن حدث التذكر هو حدث رقم واحد بدحول thanking إلى to زائد الفعل فالإجابة لهذا السؤال بتكون to thank I must remember to thank جملة أخرى أو نوع آخر من الأسئلة underline the correct part of the sentence ابدا نحط دائرة حول الإجابة الصحيحة he'd like he'd he'd or I'd I'd like to buying or to buy some new shoes if I could afford it I'd like إذن في عندي ود تلقائيا بفكر شكتير بقول إيش to to buy I'd like to buy some new shoes I'd like to buy some new shoes if I could afford it he should stop eating or to eat sweet things before meals هو لو بده يتناول أي نوع من أنواع الحلوة معناته بده يسد نفسه عن الأكل معناته هذه العادة يجب التخلص منها فنقول he should stop eating sweet things before meals يجب أن يتوقف إذن stop هان جاء بعدها الإنجي معناته أنه يجب أن يقلع إقلاعا كاملا عن هذه العادة ألا وهي تناول الحلوة قبل الوجبات وننتقل إلى نمط آخر من الأسئلة كاملاً بغض النظر هل هي في أي زمن في الجرن في المضارع البسيط في المضارع التام في المستقبل البسيط في أي شكل من الأشكال في أي زمن من الأسئلة من الأزمنة يجب أن يتبعها 2 زائد الفعل thank you for agreeing to help me with this word I enjoy من خارج الأشعار I enjoy watching TV I enjoy watching TV but tonight I'd like I'd اتفقنا إنه would عندما تدخل على كلمة like معناته بتقبل 2 زائد الفعل to do something different they wouldn't stop لم يقلعوا عن الحديث إذن هان بمعنى الإقلاع التام they wouldn't stop talking but they promise promise من الأشعار من داخل الأشعار معناته تقبل 2 زائد الفعل نعم did you remember to bring the tickets هل تذكرت حدث تذكره حدث رقم واحد معناته بياخد 2 زائد الفعل I remember putting them in my bucket before we lift أنا وضعت التذاكر في جيبي قبل المغادرة معناته حدث التذكر جاء رقم 2 أنه وضع التذاكر في جيبه رقم واحد والآن يتذكر أنه قام بوضع التذاكر في جيبه قبل المغادرة والآن ننتقل إلى فكرة جديدة الفكرة هذه العلاقة بموضوع جديد وهي حرف الجر أون أون بياخد عدة أسماء بيصير عندي ناون فريز عبارة اسمية العبارة الاسمية بدي أنتبي حسب المعنى طبعا عزيز الطالب فيما يتعلق بحروف الجر أنه وكل وكل فريز الموجود في داخل الكتابين سواء كان بيوبل سبوك أو الريدنج بلس على الطالب أن يتعامل مع الفريز الفيربس كأنها فرع خاص يحاول أنه يغطي كل الأسئلة الموجودة في الكتاب في جميع الوحدات رزمة واحدة مرة واحدة على ستكون عملية التخزين عملية صحيحة إذا كانت عملية التخزين عملية صحيحة معناته المخرجات بتكون مخرجات راقية ورائعة فبأنصح الطلاب أن يدرسوا دراسة الفروع وليس يتعاملوا وأن لا يتعاملوا مع المادة جملة واحدة لأن الامتحان تصميمه يأتي على شكل فروع الفكاب لحال اللانجوج لحال الريدنج لحال الرايتنج الليتراتشر أيضا كذلك الأدب في داخل كل فرع ممكن أنا أجسم كل فرع إلى عدة فروع أعمل صب برانشز فروع من داخل الفرع الأساسي إذن أمام موضوع جديد له علاقة بحرف الجر ON في عندي مثالين موجودين على الشاشة المثال الأول لدينا العديد من الكتب لها علاقة بإدارة الوقت في الأسواق ON THE MARKET في السوق في عندي جملة أخرى إذن ON THE MARKET معناها في السوق You can't always make your brain work on demand بفعش أنت عقلك يكون ماخد إجازة وأنت تستخدمه فقط حسب الطلب أو عند الحاجة في عندي مجموعة أسئلة هان Use the nouns in the books to make other on noun phrases in the sentences below في عندي قائمة أسماء هان الأسماء هدي كلهم عزيز الطالب ندخل عليهم حرف الجر ON ونحاول نحل التدريب هذا مع بعض ON SPACE at the hotel please go to the reception disk on arrival عند الوصول إلى الفندق إذن ON ARRIVAL معناها عند الوصول من فضلك توجه إلى مكتب الاستعلامات Police officers only have to wear ضباط الشرطة يجب أن يرتدوا اليونيفورمز الزير الرسمي when they are on duty duty معناها on duty معناها أثناء أداء الواجب إذن أنا عندي ON ARRIVAL عند الوصول ON EDUTY تعني أثناء أداء الواجب وأمام مثال آخر The book you need is on space and will probably be here next week إذن الكتاب الذي تحتاجه إليه تم استعارته إذن هو غير موجود وعندما يصبح موجود واحتمال وجوده will probably نسبة 90 أو 80 إلى 90% سيكون هنا الأسبوع القادم إذن ON ORDER أحيانا الطالب بيصير عنده لبس في كلمة ON ORDER ON ORDER معناها مستعار الاستعارة معناها الشيء الذي تبحث عنه هو غير موجود وفي حال وجوده سيتم التواصل معك لتوفيره لك إذن The book you need is on order كيف ينترجم on order معناها الكتاب الذي تحتاج إليه تم استعارته تم استعارته صح الترجمة الحرفية on order حسب الطلب لكن في السياق هان بيكون معناها عندما تحتاج إليه سنعيد لك الكتاب الذي تم استعارته نعم مثال آخر this is not a holiday إحنا لسنا هنا لكي نتفسح وإنما we are here on business في مهمة عمل في باثة عمل إذن business is business مثال آخر he hates people being late هو بكره الناس اللي بيكونوا متأخرين so make sure you are on time تأكد أن تكون هنا في الوقت المحدد on time معناها exact معناها بالضبط معناها لا مبكر ولا متأخر معناها punctual he stopped to buy a newspaper on فراغ قلبنا الفكرة هان ماذا نستخدم في هذه الجملة on the way home هو توقف ليشتري الجريدة a newspaper في طريقه إلى البيت في عندي هان أيضا مثال آخر I didn't believe it was an accident أنا لا أعتقد بأن هذا كان حادثا أعتقد أنه قام بذلك بصورة قصدية بشكل مقصود وليس عفوي إذن هان بنقول on purpose I think he did it on purpose أو كي مثال آخر we will be pleased to send you more details سنرسل لك مزيدا من التفاصيل إذا احتجتها on request إذا احتجت ذلك أبناء الطلبة يعني بهذه الأمثلة التي تم الحديث عنها نقول أنه إحنا الآن على أبواب نهاية هذه الحلقة وكنا يعني تحدثنا عن عنوين مهمة في داخل هذه الحلقة الأفعال التي تقبل تو زائد الفاعل أو الان جي بكل فروعها المختلفة وحروف الجر وأكدنا على أهمية حروف الجر أنه إلا سؤال رئيس ومنفصل في داخل ورقة الامتحان وركزنا على حرف الجر وركزنا على on order بأنه على الطالب ألا يلتزم بمعناها الحرفي ونأتي إلى ختام هذه الحلقة كان معكم محبكم الأستاذ وائل محمد البلبيسي مدرس مادة اللغة الإنجليزية في مدرسة الكرمل الثانوية أستودعكم الله ونلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة هل تبحث عن أفضل الطرق للمذاكرة والمراجعة كيف تبدأ المذاكرة من أين تأتي أسئلة الإختبارات هل فكتا بنماذج الأسئلة وإجابتها النموذجية هل تبحث عن التفوق في السنوية العامة نحن في انتظارك في برنامج التفوق على قناة الكتاب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر